موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمسلين أما بعد فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه إذا مرض وكذا يرقي من اشتاك من أهله ومن غيرهم روى البخاري والنسائد وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي اشف شفاء لا يغادر سقما وفي رواية مسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره بيده وقال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب يزور مريضا أو إذا جاء إليه بمريض يدعو له وفي رواية عند البخاريين كان يعوذ بعض أهله أي عند مرضه يمسح بيده اليمناء ويدعو له ويقرأ عليه هذا الدعاء أذهب البأس رب الناس أي أذهب المرض الذي حل بهذا المريض والشدة يا خالق الناس ورازقهم ومدبر شؤونهم واشف أنت الشافي أي خالق الشفاء لا شفاء إلا شفاءك أي أكابد الدعاء لك بشفائه وأنت وحدك القادر عليه فالشفاء الحقيقي من عند الله سبحانه وتعالى ومن المهم المفيد أن نذكر أن الله خالق الأسباب والمسببات وأن الله هو الشافي والمعافي على الحقيقة وأن الطبيب والدواء سببا والله يحب من عباده الأخذ بالأسباب في عمل الخيرات للتوصل إليها وهذا لا ينافي مبدأ التوكل على الله عز وجل الدواء الواحد قد يستعمل إثنان مرضهما واحد والدواء واحد هذا يتعافى وهذا لا يتعافى على أي شيء يدل هذا يدل على أن الله سبحانه هو خالق الشفاء ليس الدواء يخلق الشفاء إنما الله عز وجل عند استعمال الدواء يخلق الشفاء لمن شاء فالله هو النافع والضار على الحقيقة وقوله شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء كاملا سأل الله أن يكون شفاء كاملا لا يبقي سقما أي لا يترك أي مرض أو أثر له وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء ويبقى من الألم بقية أو أنه قد يتولد عن ذلك المرض مرض أنخر وفي هذا الحديث الترغيب والاستحباب لمن يزور المريض أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له بهذا الدعاء المبارك المأثور فإن هذا الدعاء يغني عن كثير مما يقوله الناس اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين